وارجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة بنكلم عن الوضع الأمني في مصر ونطرح سؤال إلى متى سيظل هذا الوضع الأمني في مصر ويوميا يسقط ضحايا من شباب الشرطة والجيش الحقيقة سؤال بيطرح نفسه بشدة هل هناك نقص في المعلومات؟ هل هناك تقصير من وزارة الداخلية؟ أسئلة كثيرة بتطرح نفسها سيكون معنا النهاردة اللي رد عليها والقاء الضوء على هذا الموضوع الهام سيادة اللواء دكتور سيد محمدين الخبير الأمني واللي مشرفنا النهاردة في السوديو ونهارك دايما سعيد سيادة اللواء أهلا بيك سبعة الخير سبعة الخير يا فاند الحقيقة خلينا نسأل في البداية لحد إمتى هيظل سقوط الضحايا من شباب الشرطة والقوات المسلحة؟ سيظل ذلك طالما أن هناك حرب دائرة بالفعل ما بين المؤسسة الأمنية في مصر والمؤسسات الاستخبارية في كتير من العالم الآن تدور حرب على أرض مصر ما بين مصر ولوبي صهي وأمريكي قطري أوروبي إيراني الآن مع التركي يعني أجهزة استخبارات قوية جدا على مستوى العالم بتمويل كبير جدا بتستهدف إسقاط مصر وهي بوابة الوطن العربي والكلام ده أصبح معروف وكل الناس بتتدولوا وبتقولوا فحنا في حالة حرب الحرب طول ما هي دائرة قد تكون هناك خسائر هنا أو هناك ولكن النتائج بتقول أن ضربات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة ضربات قوية جدا وأسقطت العشرات من الخلايا الإرهابية المئات من الأسلحة والزخائر والمتفجرات وأعتقد أنها طلعت عليها والناس كلها شافيتها وكانت في مؤتمرات صحفية لوزير الداخلية في الأيام الماضية ولو تركت هذه الأسلحة والمتفجرات استخدمت لكان هناك كمير فظيع لمؤسسات ومنشآت حيوية وهمة واستهداف كثير من أبناء هذا الوطن ليس فقط من مؤسسة الشرطة أو الجيش فقط كان هناك مئات أو آلاف من الضحايا كانوا قد سقطوا حينما يكون هناك عدد كبير من الخلايا تسقط لابد أن يكون هناك ضربة أو ضربتان من العمل الخسيس المجرم مشكلة الحرب اللي احنا بنمر بيها وهي حرب الجيل الرابع أنك لا ترى عدوك الضبط أنت ما قدمكش عدو عشان تسرعه في الحرب التقليدية أو الكلاسيكية اللي طول عمرنا بنعرفها دولة ضد دولة جيش قدام جيش أما أنت ما قدمكش حد أنت عندك عناصر من أبناء وطنك هي التي تقوم بتلقي التعليمات وتلقي التمولات وتقوم بتنفيذ عمليات الإرهابية بالنيابة عن الدول الأجنبية المعادية خليني أعرف رؤية حضرتك لما حدث من تفجيرات أمام جامعة القاهرة حركة اللي تفضل تفضل يعني تفجيرات تمت أمام جامعة القاهرة وأكيد كان مقصود بيها توصيل سالة ما وهذا المكان بالتحديد أمام الجامعة لازال الجماعة الإرهابية جماعة الإرهابية لها أيدي في جميع مفاصل الدولة وأحد أهم هذه المفاصل هي الجامعة وأعتقد أن كان هناك تحذير من قبلها بيوم بعدم تواجد الطلبة في توقيت محدد أعتقد ده رغم النفي الذي ينفيه اتحاد الطلاب اتحاد الطلاب وطلاب الجامعة تركوا الجامعة تركوا التدريس تركوا العلم وتفرغوا لهدم الدولة طبعا كثير من الطلاب يعني أنا أعرف أنهم ضحايا ومجنع عليهم في منهم المغيب في منهم اللي رافض الوضع بالشكل لكن هناك مجموعة بتقود المجموعات وحتلاقي فيه ألفاظ معينة يقولك الدم يقولك الشرعية يقولك طب بالفعل نتناقش معايا ونقوله دم مين ومين اللي أزهقه ومين أزهق روح مين وإيه الشرعية اللي بتتكلم عليها يعني ما عندوشي أكتر من 3-4 كلمات بيحفظونهم عشان خاطر يبقى فيه مبرر لأنه ينزل ويعمل أعمال عنف فكان ما حدث هو عبارة عن خطة وخطة ممنهجة وده خطة يعني أبسط القواعد بتقول أنه ده مش خطة طلبة لا ده تنفيذ طلبة واضح لكن هو مخطط على مستوى عالي وممول بمستوى عالي فكرة زرع قنبلة في أسيس زرع أو في أي مكان هو مضوع سهل جدا قنابل بداية وأعتقد يمكن تم ضبط أحد مهندسي الهيئة العربية للتصنيع للأسف الشديد يقوم بعمل المتفجرات والقنابل والتصنيع وهكذا فيه منها العشرات كل يوم بيسقط عشرات من هذه المصانع التحت السلم فهي موضوع سهل جدا وبسيط أن أنا داخل عندك الستوديو أنا ممكن أعمل الكلام ده هنا في أي حد ولكن عمليات التصعيد من خلال تفجيرات أو من خلال عمليات الهدية هم يتحدثون دائما عن تصعيد في الفترة القادمة إيه التصعيد اللي قصدوه خاصة النهاردة الفجر كمان في تفجير لمجمع المحاكم بهيهي فرأي حضرتك كيف عمليات التصعيد إحنا ماشيين في خارطة اسمها خارطة المستقبل كل ما بنقرب على الانتهاء من الاستحقاق التاني هتلاقي جن جنون الجماعة الإرهابية فإحنا متوقعين أن الفترة اللي جاية ودي محاولات يعني عايزة أقول إيه محاولات يقسة بمعنى أن الشعب المصري وقوامه 90 مليون مش حيتهز ولا حينهزم ولا تقوض مصر من خلال شهيد وعشر وعشرين ومئة شهيد إحنا خضنا حروب قبل كده كثيرة وسقط مننا الآلاف وخبالك فداء لهذا الوطن ليبقى هذا الوطن وبالتالي كل التفجيرات وكل نتائجها بصراحة لن تسني مصر عن السير في هذا الطريق الذي سوف يقودنا إلى الاستقرار والتقدم وتشعر أن النفس الأخير بالنسبة لهم ستليون ده كلام مزوعة الحقيقة وأنا قلت في أكثر من برنامج قبل كده نحن عارفين أن فيه توقيت معين حينما يكون لهذه الدولة رئيس منتخب بالصندوق الصندوق دايما الذي كانوا يتشدقون به والشرعية شرعية الصندوق الصندوق قادم فحينما يكون هناك رئيس شرعي منتخب سوف يبدو أن هناك دولة بالفعل بمقاومات أساسية يأتي بعدها الاستحقاك الثالث والأخير مجلس النواب وبالتالي حينما تكون هناك دولة أعتقد ستقطع ألسنة من يقوله انقلاب وانقلابيين والقصة الهزلية التي نرى كل يوم فيه القنوات التلفزيونية العميلة التي نرى كل يوم وأعتقد كان هناك مداخلة من يومين معي وكان الأسف المزيع وهو أنا آسف أن أقول أنه جنسيته مصري وبيكلمني ويقولي عن الانقلاب والانقلابيين وطبعاً يعني خد اللي في النصيبية طبعاً نحن نقول في حرب قد تكون هناك تصراحات من أمريكا وتصراحات من الناس يقولوا إحنا معكم ولو مع الشرعية ولكن حقيقة الأمر الاستراتيجية الخاصة بعملية التقسيم وأعادة تقسيم الوطن العربي وأعادة خريطة الشرق الأوسط بالشكل الذي هم يريدوه تصير على قدم الوصاق بالفعل بالفعل فتختلف التكتيكات كل يوم تكتيك جديد كل يوم تكتيك أما الاستراتيجية هي في عقدتهم اتصرفت مليارات مش هتروح على الأرض أوباما مصيره مصيره واستكمال مصيرته حتى النهاية كانت مرتبطة بتغيير مناط الشرق الأوسط يعني أنت هزمت أمريكا هزمت أوباما هزمت تنظيم دولي الإخوان هزمت استخبارات عديدة يعني دول عديدة أعتقد كان حلم محدش قادر يتخيل إيه اللي ممكن كان يحصل لو ما كانش في تلاتين ستة جد هم ما كنش متوقعين أن يكون رضي للفعال بالشكل ده وأن هذا المخطط يتم هدمه من خلال هذه المؤسسات الرائعة سواء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى الشعب المصر والله فانم اللي بيحصل النهاردة يقول للناس كانت مصر رايحة على فين ده نفسنا البلد كلها تم اختراق اختراق أجهزتها بشكل خطير جدا من إعلام لأجهزة أمنية وأجهزة قضائية وطلاب في كل مكان وتعليم مش ممكن يعني كانت البلد دي هتوى على فين المتفجرات والأسلحة اللي موجودة دلوقت دي كانت حيتامل بها إيه ولو كان النظام ده استمر لمبعد 30 سنة طبعا ولكن تحدثهم منذ بداية سيادة لواء عن أنه قد يكون هناك نوع من التقصير من التدريب أو تقصير من نقص في المعلومات دعنا نتحدث من خلال وجود حضرتك كخبير أمني متخصص بالفعل لو هناك نوع من التقصير أو نقص في المعلومات أرجوك أرجوك لا تفعل كما يفعل كثير من مزيع بعض القنوات الأخرى وضح لي وأنا أكد أنا عارف أن أنت يعني وطني شريف وأعرفك جيدا جدا ولكن هي نوع من التوضيح فقط لا غير لا أنا أقول أن هناك تقصير طبعا لأن لو أي واحد قاعد على الكرسي أو في استوديو عمال يحلل وينتقد في منتهى السهولة بلاقي في كل القنوات ولكن هي الإجابة على هذا السؤال تقطع ألسنة من يقول أن هناك تقصير ولكن تعمدت أن أصيغ بهذا الشاب لتقول حضرتك كلمة في حق الشرطة والجيش تمام الشرطة تعمل والجيش يعمل بشكل غير مسبوك في تاريخها بمعنى أنا لي أولاد ولي أسرة معظمها من ضباط الشرطة والله العظيم ثلاثة من 18 ل 20 ساعة بيعملوا في اليوم أنا مش عايز أقول لك أن البناء أدمين دي أي بناء أدم إذا اشتغل أكتر من 8 ساعات 10 ساعات بيفقد تركيز طبعا تخيل إحنا محتاجين أدى عدد القوات الموجودة دلوقتي مرتين وثلاثة دي صعوبة وبعدين إنت عندك دولة مترامية الأطراف إذا كان هناك تركيز أمني في مكان هتلاقي في مكان آخر في عدد تأمين أقل وبالتالي يتم استهداف الأماكن الأخرى وبالتالي في منتهى السهولة أن يجي أنت مركز في مدان النهضة يحط على كبر الجامعة تركز في كبر الجامعة يحط لك في مدان في أي مكان الإرهاب الخسيس بيعمل في الظلم وبالتالي فاكر بعد 25 يناير لما كانت الأحداث بتحصل كل يوم كل يوم تفجيرات ومشاكل وبعدين اللهو الخفي اللهو الخفي فين اللهو الخفي مين هو اللهو الخفي عفرية ما انت شايفه انت بتشوف نتائج بتشوف تفجيرات مين كان بيعمل الكلام ده كله اتضح الآن أنها الجماعة الإرهابية وبالتالي أنا مقدرش أقلوهم على ضباط بيموتوا كل يوم انت أنا مش عايز أقول لي واحد يعني كان بيتكلمني أمس يعني في المسجد وبيقول لي يعني نفس الكلام انت شايف في الضباط دي يعني يعني في حد فيه ممكن يكون مقصر قلت له مقصر إزاي هو بينزل وما هو عارف إذا كان راجع وعلى مش راجع وما فيش واحد قاعد في بيته هو كلهم بينزلوا الصبحية وكل واحد بيكتب ورقة بيسيبها لأسرته عشان يكتب وصيته هو ده كان مغزى السؤال هو الرد بهذا الشكل بالفعل والله 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 ما في ضابط شرطة أولا هم نزلين وكلهم يتمنوا الشهادة أنا مش عايز أقولك طبعا حقيقيا حركة متأثر وأنا أشعر بتأثر حضرتك ولكن هي رسالة بيؤديها رجل الشرطة ورسالة بيؤديها رجال القوات المسلحة ولا يوجد شك نهائي في إيمانهم بهذه الرسالة وتضحيتهم لفداء لمصر خليني أخرج بسرعة من هذا الإحساس لحركة عنيج دمعت ونقول تأثير هذه الانفجارات على مصر وصورتها في الخارج أولا في نقطة فتحت لي مصر صغير لازم أكمل فيه أن فكرة تحمل المؤسسة الأمنية ما يحدث من حرب على أرض مصر هو ظلم كبير بالمؤسسة الأمنية بجناحيها الجيش والشرطة أنا عايز أقول لحركة أن يجب على مؤسسات الدولة بالكامل أن تعمل إحنا مش ممكن تكون الحلول الأمنية دائما هي اللي موجودة وهي في المواجهة استحالة أن تكون هذه الحرب أنا عايز أقول من ضمن المشكلات التي تواجه جهاز الشرطة الآن ما يسمى بالاتصالات المجهولة بشريحة ليس لها بيانات بتباع الآن في الأسواق ووزارة الداخلية أعدت مذكرة وبعاتتها لشركات الاتصالات أقول لهم أرجوكوا وقفوا الاتصالات الخاصة بالشرائح المجهولة شريحة لا لها اسم ولا عنوان وبتباعها رصيف وبتباعها رصيف بزرط ويتعمل بها اتصال تليفوني يتم إلقاء تكليف ثم ترمى الشريحة حتى إذا حبيتها تتباحها لن تصل إلى مصدر هذه المتعلامة طيب شركات الاتصالات دي مش 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 شركات وطنية مش شركات مصرية طبعا هو الهدف تحقيق الربح وبس يعني عايز أقول الدولة دي وما يحدث فيها ما هو ما فيهوش أمن وطن أنا كنت مع حد من الزملاء الإعلاميين ووراني على الموبايل بتاعه كم تهديدات لأنه إعلامي وطني شريف كم التهديدات اللي بيجيله فظيعة كم الشتايم والسباب فظيعة وغير معروف في المصدر طبعا طبعا رحنا لمساعد الوزير للنقل والموصلات والراجل كان يعني يكاد يعني بيشد في شعره هو متفاهم متفاهم هو اللي عمل المذكرة وقال وقال للناس يا ناس ارحمونا لازم تده لكل واحد 24 ساعة مهلة يأما يسجل بياناته يأما تقطع عنه الخدمة مش ممكن كل الناس دي ما هم مستخبية ما هم مننا ما هم اللي موجودين مننا وفيه منهم طبعا من حماس وفيه منهم من بيت المقدس وغيره 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 لكن هما مندسين بيننا يعني اعتقد ان ممكن الشعب يساهم في هذا فيما يتعلق بالتفجيرات واثرها اعتقد ان كل عملية ارهابية بيتمثل نوع من انواع التحدي الاكبر لكل مصري تجاه هذا الارهاب يعني بيقوينا مش بيقوضنا انا بشوف ان التحدي بيزيد لكل المصريين عقب حدوث اي انفجار بيحصل تعاطف بيحصل تكاتف داخل الشعب المصري ومع الشعب الحقيق الشرطة اللي كانت زمان يعني فيه بينها خصومة بينها وبين الشعب رجعت لحضن الشعب والناس النهاردة بتتبنى الشرطة وبتحضن الشرطة وضباط الشرطة وبتقدر دورهم ده كان نتيجة برضو للاعمال الارهابية بتجيب عكس ما هم بيهدفوا اليه وبالتالي اذا كانوا فاكرين دهما بيكسبوا هما بيخسروا الجماعات الارهابية بتخسر يوم ورا يوم خليني بسرعة قبل وقتنا منفز اسأل حضرتك على منظومة الكاميرات وانشار الكاميرات في الدول المتقدمة قد لا يزهر رجل الشرطة الا وقت حدوث الجريمة ومش موجود اساسا في الشارع ولكن لماذا لا تستعين مصر بمنظومة الكاميرات لتحقيق شيء من الامام يساعد رجال الدخلية في عمله طبعا ده كلام محترم وموجود في كل انحاء الدول وبالذات الدول العربية موجودين وانا يعني على وجه الخصوص انا بقالي اكتر من 6-7 سنوات في دول خليج ما بتشوفش فعلا لا جندي ولا ضابط ولا اي فرض شرطة كل منظومة الكاميرات موجودة طبعا احنا الدولة يعني عايز اقول يعني فقيرة اتصادنا تعبان هذا الامر قد يأخذ تكلفة كبيرة يأخذ وقت كبير انت الان في وضع يا دوبك تقدر تطف حرائق يعني عندك حدثة ارهابية هنا وحدثة ارهابية هنا انت انت منتش ملاحق تطف الحرائق وتروح يمين والشمال وبالتالي انا اعتقد ان بعد ان شاء الله يعني في اقل من شهرين بامر الله حينما يكون هناك رئيس دولة وانا اثق ان رئيس الدولة القادم هو رجل وطني قائد استراتيجي بالفعل من الان يعني وفقا لمصادر مؤكدة لي ان هناك رؤية لمصر الحديثة رؤية لمصر الحديثة بكل قطاعاتها الامنية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية بشكل غير مسبوك في طريق مصر هناك ملفات واستراتيجية موضوعة قابلة للتطبيق على ارض الواقع مقترنة بميزانيات وتمويل وبرامج زمانية محددة انا سعيد ان حضرتك قلت يعني هذه المقطوعة من الكلام وهذا الكلام الرائع ان مصر قادمة على الطريق وهناك استراجات قادمة تضيء لنا الطريق في الفترة القادمة سيادة اللواء الدكتور سيد محمدين الخبير الاني بشكرك على وجودك معنا النهار وهذا الكلام الرائع حق الشرطة والجيش والشعب ان شاء الله يكون لنا مزيد من اللقاءات علشان نعرف الجديد في المنظومة الامنية وان شاء الله بإذن الله مصرنا دائما آمنة شكرا لوجودك معنا النهار المشاهدين زي ما سمعنا سيادة اللواء اللي جاي دائما أفضل والقادم أحسن بإذن الله وفقراتنا ما زالت مستمرة تابعونا ولكن بعد المشاهدين